السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا في ذا داخل الوطن وخرج الوطن الناس لما معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصة تعنا وينغادي نتكلموا على الصحفيين في قناة شاهدناهم هذا الصحفي بوليحيا وهذا صاحب زاتي كيسموها زاتي هذا الصحفي اللي أوهما أنا نقولها ونعودها ناس هذو ناس من أجل مصالح التحهم فقط هذو ناس اللي ولو يدافعوا لزاتي من أجل ماذا من أجل ماذا من أجل ماذا لا ولو يدافعوا لزاتي لا يعشقوا في زاتي عيني خضرين زاتي معميدو اشتاولها زاتي أنا قلت لكم نعاود زاتي عنده ثقة في واحد برك وتعرفوه شكنوه هذا مكان تربى معاه وهو المناجر تعل منتخب الوطن هذا مكان هذو يضربوه المصالح التحهم هذا كبوليحيا عنده لي ريستورو وعارف علىها لا يضرب على زاتي را عارف علىها يضرب على زاتي ماشي يكون على برك را عارف من ليه على يضرب على زاتي أنا كلمة واحدة بركه نقول هذا كبول حيالك لا يدافعوا وبننا وغادي عاقبونا وغادي ديرونا وهذاك اللي قال زاتي ترشح الفيفا غادي تربح دمره دمره هذو كعلاه هذا من أجل مصلحة التحهمة فقط أنا نقوله بالليه زاتي يوم زاتي يخطاكم سايق زاتي اليوم اليوم زاتي وغلاه اليوم غادي هود قلت لكم أنا في يومي الثرية قلت لكم غادي هود غادي هود زربيا يروح معلي كيبنا سيولا يروح مننا هو هو والمراجر آمين لابدي احنا نقوله بالليه يكملوا المهمات تحهم على المنتخب الوطني يكملوا المهمات تحهم على المنتخب الوطني يعني نورمال على التبلي نورمال الصح أنا بش جي اليوم تحضر لي العقوبة على الفيفا مام مام ماناجر على المنتخب الوطني في قناة النهار شتاقال قالوا فريق الوطني ما يتعاقبش أنتو بالأجل المصلحة تهضرو بالعقوبة بالعقوبة بالفيفا وانت احنا نقولوا من سيدي معمر معروفين فيتنس وحشم على سبحان الله وعادي وانت من زاوية سيدي معمر أتفاق لك ان ش Sae sumama هنا 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 نستعرف ماجر ماجر نعترف به ونقول له شكراً يا ماجر هنا ضد ماجر فا نقوله شكراً يا ماجر ألا نقوله شكراً يا ماجر فاق بذلك معمر م photons قالوا أنت عادو وفاق به ويعرفهم مادر مادر قام الشياب قدامه قام صاغهم صاغهم من 2015 من لافتع 2014 حتى ال2018 مادر قام صاغهم وقا يعرفهم أنا أقولكم أنا الذي ينروني أهدر شكاين اكشفهم هذا تقات عرفهم وإن يتكلمون فاني قالوا يتكلمون الاستقالة على جامب الماضي وإن تدولت مصادر إعلامية عدة في يومين الأخيرين خبر عزم الناخب الوطني جامب الماضي على الاستقالة من تدريب المنتخب الجزائري مباشرة بعد نهاية المبارك بورتوانا لحساب آخر جولة من تصويات المنافسة الكاميرون وانتكلمت هذه المصادر ذاتها باستقالة التقني الجزائري جامب الماضي بعدما ألغى الاتحاد الجزائري لكورت قدم ندوة صحابية التي كان مقرر أن يقضى الناخب الوطني صابحت يوم الأحد بمركز التقني سيدي موسى وأشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن بالماضي لم يعد قادر على العمل في ظل كل الصراعات الحاصلة حاليا في الاتحادية الجزائرية لكورت قدم ما جعله يقرر تقديم استقالته مباشرة بعد اللقاء المنتخب الوطني الجزائري وظيفه بورتوانا يوم 29 مارس الحالي وخلفت أخبار قرب راحل أحسن مدرب إفريقي عن كاتبة محاربين صحراء جيدان واسع على منصة التواصل الاجتماعي وغضب كبير لدى غلبية الأنصار المنتخب الذين عبروا في أكثر من مرة عن رغبتهم الكبيرة والجامحة في باقاء بالماضي لمدة طويلة وأنه وردت العديد من وسائل إعلام محلية الجزائرية والكثير من الصحفيين عبر حسابتهم الخاصة في منصة التواصل الاجتماعي عن مصادر وصفها بالقريبة جدا من المدرب ذاته وكذب جميعهم تماما أخبار الاستقالة ووصفت مصادر ذاتها تلك الأخبار بالشائع وكما تم تأكيد على أن الغارض منها يبقى يبقى زعزعة استقرار المنتخب الوطني جزائري كما أكدت أن المدرب جماب الماضي ما زال باقي على رأس العارضة الفنية لكاتبة الخض ولم يبدي تماما رغبته من رغبته في الاستقالة كما أشير إلى غضب الناخب الوطني كبيرا كثيرا مما أسمه بالشائعات والكذب ونتكلمه بالماضي في الرد على السؤال أحد لاعبيه أنه لن يستقيل وسيبقى وافي لمبادئه منوظف أنه في حال أي أمر يحدث في المنتخب الجزائري فإنه لن يوكل أحد للحاديث في مكانه وسيكشف الأمور بنفسه ووقتها حسب مصادر ذاتها في وقتها وجاء كل هذا الأحداث ساعات قليلة قبل خوض رياض محرز ورفقه مبارتين نهاية شهر الحالي أمام زومبيا وبرسوانا على التوالي وهم يسعون لمواصلة تحقيق سلسلة المباريات دون خسارة إن شاء الله بربيه تحت قيادة المدرب جامع بالماضي هنا الناس هذول يتكلمون يقولون أنه هذا لا بزاف على باكم بزاف على باكم لا بزاف يتكلمون نهاية شهر الحالي ما يسمونه زدشي جبد صايق زدشي صايق أنا ما قلت لكم أنا ما نشكت تعاقي تحوات تحولي أنا قلت لكم صايق هذا الإتعادية ما نزيدش صايق أنا المعلومة اللي عندي قلت لكم أي في يومي قلت لكم باللي زدشي والمناجر مهودين معه قلت لكم ما كثبتش عليكم بالصح اليوم كنا نشوفه الأمور تشوف التصريحات البارعة عذكر اليوم قاعدين في ذيك الحصة يدابعوا من ها من ها من ها من ها من ها من ما يشي عقلية قاعدة ما يشي عقلية كاش عقلية دي من الناس الليل ها يتحوز تضرب منه وتضرب منه ما كاش هذي أجمع والله ما كان قاعدة ها شوية واحد شوية واحد شوية واحد يحشم على روحه ها يامس الصباح هذوك لم يقعدين في ذلك القناة كنت أبو لحيها لك قناة لديل لحيها لك معمر هذاك يا شوية سيبا كبيرة ها عقوبة هل تتعذرون العقوبة والفيفا هل تتعذرون لها أنا لم تحشموا بالماضي قلت لك بالماضي ستشيكا خمساك ما زيت لكن تحوسوا عليه يزيد من أجل مصلحات تلككم من أجل تبتحوه ستعكم يا أجمعان الشيطان هاو أنتم ما إلا كنتوا فيها تبغوا الجزائي ما كنتوا شوية تردوا الجزائي مستوى ثالث ولا هاو هذي اللي كنت خائمة كنت نقول لكم من الأول اليوم لكم تبغوا الجزائي وقد واشا الله هاو جهانا للشيطان هلنا نعرف غيمة سييرين في فيلاجات في ولاية كي يكون قادم ليكيب تعالي قلب وكي يوخر تولي تعطوالات جاء كيف كيف جاء عقلية واحدة كلي قادم فارق في الأقسام السوف لا قادم كلي قادم اتهادية مستوى صفر على ستا كلي قادم فارقه كلي قادم فارقه